كوكب اورانوس سائعة جدا قلنا ننتقل بقى على كوكب نيبتون ناسيت اقول كوكب اورانوس مساحته 50 الف كيلو متر ورده كتير او 51 الف كيلو متر كتير او ننتقل بقى على شوكيك اورانوس هو ابعد واحد من مجموعاتنا الشمسية هو كوكب نيبتون كوكب نيبتون سائع قوي زي اورانوس وليه عواصف جمدة قد كده حتى عواصف نيبتون حتى اجمد عواصف نيبتون اجمد من المشتري تحياله جمدة قوي فيستحسن ما ندخدهش بس لو اصرنا ندخله وننتقل عليه كمان هننتقل زيرو باينت اربعة يعني برضه قريب من الارض وكوكب كوكب اورانوس كوكب اورانوس ونيبتون ازي كوكب اورانوس زي شكل المشتري وزحل كتير وكوكب اورانوس حوالي هالة كوكب بقى نيبتون لي برضه حوالي هالة وسائع جدا وكوكب نيبتون ده ابعد واحد من مجموعاتنا الشمسية وهو كمان يعني مسافة بين الشمس ونيبتون اربعة فاصلة حمسة مليارد كيلومتر تحياله يعني كوكب نيبتون بايت خالص وكمان ساعة ومساحتهم حمسين الف يعني فرق بس الف كيلومتر بين المساحة يعني هم يعني زي اورانوس بس الفرق الف كيلومتر مساحتهم ففرق يعني قاصل نيبتون مساحته حمسين الف ديمات في كامير اسمه ترايتون ده تبع اقمار نيبتون كامير ترايتون ده لو نطنا عليها نوته حمسة حمسة بوينت تمانية متر كتير شوفوا تلكم في ارقام مبتدت تكتر وهو كاوكب ترايتون ده ملوش اي حاجة بس بس هو يعني ساعة شوية ساعة عشان قريب من كوكب نيبتون وبعيد برضو و بس كده على ده بس كده على كاوكب ترايتون بعد كده ننتقلو على كاوكب بلوتو هو الوحيد المدلم هو الوحيد المدلم من كده ان بلوتو ساعة ما ات masses كوكب من كده يعني مساً اليمن تقريبا اكبر منهありがとうございました ساعة ان كتها من الكوكب بلوتو مساحته dw200 كم عليه الصالح والى ابعد كوكب انا قلت ان نيبتون ابعد كوكب في مجمواتنا الشمسية لأ بلوتو بقى مش ابعد واحد في مجمواتنا الشمسية ابعد واحد في النجوم يعني في النجوم يعني هو بيت حارس هو ابعد كوكب بلوتو بلوتو ليه ليه تلجى قد كده ولما يقرب من الشمس التلجى ده هيتجمد عظي هيدوب هو كوكب ساعة شوية وكمان كوكب بعيد قوي قد كده ابعد واحد وبس ولو نطين عليها النطو اتنين متر او اه لا متر نطو حمسة متر حمسة متر ازا قريب من كوكب قريب نطيته قريبه من كوكب ترايتون ننتهله بقى على كوكب على كوكب سيريز ده بقى ازهر من طوتو ازهر ازهر كوكب في كل الكواكب ديه كوكب سيريز من كدر شو ما هو صوير ازهر واحد من كدر شو ما هو صوير العلماء اسم هو كوكب كزم وكوكب بقى هتتفاجهوا دبقتي كوكب سيريز لو نطين عليها النطو 16 متر تحيالو فياني نطيته جمد او وهو كوكب سيريز سيريز لي صخور قد كده لما طبع الاقمار بقى وبعيد شوية بس يعني بس هو صوير قد كده ونطيته هايلة فياني الكوكب ده هايل يعني فيه كوكب اسمه نايزكة او توبا اسمها فوبوس لو احنا عند حال نجب الكوكب ده ممكن ما نرجعوش وممكن نرجعو بس كوكب كوكب فوبوس يأسفني اني قالوكم مايفاش تنطو عليه عشان جاذبيته واجاذبيته نعمة خالص بس لو اصرينا انه نطو عليه اه لا ما نطوش عليه خالص ده جاذبيته بسيطة بس كوكب فوبوس لو هو تصدم بكوكب المريخ كوكب المريح يكون حوالي هايلة كنت عايزة لكم ان المريح ليه غلاف جوي بس اضعف بس اضعف من القد بس اقام بحاجة ليه غلاف جوي عشان يمنع نيازك بعد كده ندخلوا على النجوم النجوم بتنور مش على اي شيء يعني بتنور ملاش اي تياتي لازمة بس اكيد ربانا حلاقها عشان ليها اكيد فايدة بس يعني هي بصراحة يعني النجوم مش موجودة هيحصل حاجة؟ محصلش حاجة مش موجودة يعني لو يعني انا مش شايفها مسلا في شباك يبقى فيها اي مفهاش اي حاجة عادي فيعني النجوم مش بتثبت اي حاجة بس هي المنظر بس اكيد بتثبت ربانا حلاقها عشان اه قصدي ربانا حلاقها عشان اكيد فيها لزمات مهمة بس يا النجوم دي ابعت حاجة بقى في العالم كله ده في السنه الضوقية أنها تكون قادمة بعض تلريون تلريون كيلومتر معدية الكادريليون كيلومتر وابت谟 تاريون كيلومتر điềuومتر و felic Need to use هي مية وحمسون مليار سنة ضوقية الكون. تحياله دي السنة الضوئية الواحدة بتكون بايدة خالص. تحياله بقى مية وحمسين مليار سنة ضوئية لكون. تحياله وابعد حاجة يكون. بعد كده ابعد من كلوت وابعد حاجة يكون. ننتهله بقى على كوكب اسمه نسيت اسمه معلش بس تقريبا اسمه سيريز من سيريس كده يا بقى يعني لو نطينا عليها نط وتلاتة تلاتة متر وكوكب ده بعيد وسائعة شوية وده من الاقمار الاجزام. ومساحته تقريبا اربعة الاف يعني اجهر من كوكب عطارت. يعني الكوكب ده يعني عادي. ملوش اي حاجة بس سائعة شوية وبعيد شوية. ومساحته سويارة. ولو نطينا عليها نط وتلاتة تلاتة متر. بس كده انا قلت كده عن كل الكواكب. كده قلت عن كل الكواكب بس كده انا قلت اقول مساحت الشمس. مساحت مليون وربعمائة الف كده متر. اتحياله الشمس كبيرة خالص. في كواكب تانية بقى كبيرة خالص. بس بقى في معلومات اكتر اقدر اقولها بس او بعملها في فيديو تاني بقى. وليكنت عايزة اقول برضو حاجة. اللي كنت عايزة اقول يعني معلومات دي هتفتكم حاجة كويسة قوي. بس. ونسيت اقول كمان الكوكب الشمس. الشمس ليها الشمس ليها. ليها حاجات يعني ليها حازات تسمى قد كده. حتى بتبان حازات تسمى لونها اخضر. والشمس كمان حرارتها عشرة مليون مجرد بس ونقربوا من منها هنموتوا. بس عشان اكون صريح كل حتة من جلدنا هتفتح. حاجة رهيبة. كده قلت عن كل حاجة. وقلت عن كل الكواكب. ونسيت اقول. ونسيت اقول. عن الكمر لما يتصدم بالارض هيكون فيه حاجات رهيبة. لما الكمر يتصدم بالارض الارض عتتقسم نصتين. بس لو الكمر تصدم بحبة شوية يعني لو كمر وقع كمار كان على الأرض بطريقة حفيفة كل الناس ستموت ويكون والارض هتتحول لنار. ومش ستتحول لصحنية جمدا ده وكل بحارة تهد المدينة ده لو الكمر تصدم. ده لو كمر تصدم بالارض بطريقة حفيفة.anding解 كنو كمر بقى تصدم بالارض بطريقة جمدا خلاص. الارض تتقسم نصتين. بس لو كمر تصدم بالارض بطريقة حفيفة jieftامil Suffer يالا الهو فهلا بس والكامير مساحته 3500 وفيه كوكب قريب من كوكب العطارة شوية اسمه كاليستو مساحته 4800 و بس هو ده والكامير لو ننتنا عليها مساحت الكامير 3500 و لو ننتنا على كاميرا ننته 2 متر 2.5 متر يعني 2 متر 1.5 متر بس هو ده اللي يقول معلش ان اتقلت عليكم بس معلومات دي اتفيتكم مجد وبعمل الفيديو حلوة كده بردو بس تفعيل جرس تنبيهات في معلومات اكتر عايزة عندي بس وبعملها في فيديو بقى اكتاني ولو كنت عايزة اقول لكم ايه حر حاجة بس مش معلومة ايه حر حاجة كده كده نسيت بس يعني اللي كنت عايزة اقوله ان الكواكب دي حاجة مهمة اللي يجب ان تعرفوها واتمنى ليكم اتمنى ليكم ايه حلوة واي باي باي كنت عايزة اقول لكم حاجة لو النيازك خبطت الارض الارض يحصل مشاكل في الارض بس مش هتتقسم نصين عشان النيازك ساعة تكون اظهر من الكامر الكامر اكبر من النيازك الكامر مساحته بس الكامر اكبر من النيازك وكمان نسيت اقول معلومة ان الكامر كامر هعرفين زمين خلص ايام النيازك برضه وعرف معلومة ان النيازك ايام النيازك كان في ايه نيازك ده ايه النيازك حاجم النيازك تنكرت فالنيازك ده مش اسم الارض نصين اسم ربع من الارض فالربع ده كان كله نار 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 ولو كامال فكامر دا كن زمان حرس كن غز أمن الأرض حقا رحيب